العرب هم رحط النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتشرفون بذلك ولكن من كان منهم على هدي وخير اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فله أفضلية من هذا الوجه وليس له أفضلية على أخيه المسلم بمجرد عرقه العربي لا يمكن أن أعمل مفاضلة بين المسلمين على أساس عرق بحت وإلا قلنا بأنك من الولادة لك أفضلية شرعية على غيرك من المسلمين أو الناس أجمعين أفضلية ولسيما طبعا أن أقول تحديدا عن المسلمين أفضلية جاءتك منذ أن وجدت على هذه الحياة السؤال ما هي نتيجة هذه الأفضلية هل هي أفضلية في الدين هذا السؤال هل هي أفضلية في الدين يعني أزكى في الدين من غيرك وذلك بسبب النسب العربي البحث لوحده أو أن لك أفضلا في التقديم والإكرام على غيرك بين العالمين لأجل العرق فقط إذا قلت بأنه لا يمكن أن يحصل شيئا من هذا إذن أقول لك بأن هذا التفضيل هو في الواقع غير ملموس غير عملي بمعنى ليس له أثر باختصار ما الفائدة منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر